موسيقى 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 السلام عليكم معاكم خالد احمل اه النهاردة اقدم لكم الريفيو بتاع بلاك اوف 2 انا بنتهز الفرصة ان انا اعفزلكم عن التأخير اللي حصل عارف الريفيو في ناس كاسم تابعنا على الفيزبوك كان مفوض يبقى مرفوع امبارح بس زوب باي خليتني مقدرش على الفرص ويسيبكم في الريفيو شليو مش هعمل اترو زي ما تقولوا واتكلم عن تريد Call of Duty اللي ان احنا عارفين اللعبة دي كان بتمثل ايه الجيل ده اللي هتكلم عنه Call of Duty مؤخرا صحيح ان اللعبة دي بينضار ببيع المثال الملكين كمقال الكتاب وان مافيش فروق جوهرية بين كل جزء وجزء وخاصة الموضموفر 3 اللي انا من وجهة نظر الشخصية اللي ممكن يتفق معي بعض الناس ويختلف برضو معي ناس كتير جدا ان جزء ده كان نكبة سواء القصة مائعة ومسخة وصبحية ومالتوبلاير مفوش اي حاجة جديدة غير جلتشات وسبونس بايزة وريجون لوج ماتش ميكينج وحاجات كتير توجع الدماغ والقلب والبطن وما علينا مع عدد السنوى في 2012 كان مع بلاك ابس 2 اللي قدر اقوله اخيرا جزء جديد من Call of Duty يخلى الواحد يبتسم شوية اول جزء من بلاك ابس قدم قصة مختلفة شوية عن اي حاجة تقدمت قبل كده في سلسولة Call of Duty وهي حتة الصراع لمنورة السطارة ومنورة التصراحات السياسية النارية اللي كان بتحصل في فترة الحرب البردة ومع السيناريو صايكو شوية كان فعلا جزء من ناحية القصة كان حلو جدا بلاك ابس 2 بتكمل القصة وبداية بقى حرب البردة جديدة بين امريكا والصين بس في تركيز اكبر هنا على جانب شخصية خصوصا ان هو جانب شخصي ايام على الانتقام خاص بواحد من اكتر الارهابين اللي عاوش الارض وهو راول منيندز قصة اللعبة بتنقلك ما بين فترتين من الوقت في المستقبع في سنة 2025 وفترة ما بين السبعينات والثمانينات في اواخر الحرب البردة في الماضي هنشوف ناس عرفناه من الاول جزء زي اليكس ميسون وفرانك وودز خصوصا ان الجزء ده من القصة بيتحكي على لسان فرانك وودز وبيحكي ايه علاقتهم بواحد زي راول منيندز وايهي الاسباب اللي دفعته انه في المستقبل يجهز لأكبر هجمة اليكترونية تخلي الجيش الربوتس اللي عند امريكا مبقاش تحت السيطرة ويدمر بنية تحته للتقادم التكنولوجي اللي موجود في الفترة دي والكلام ده بيتحكي لديفيد بن اليكس ميسون اللي هو بقى الزابة النافي سيرلز وهو الشخصية الرئيسية اللي بتلعبها في فترة المستقبل القصة ممكن تكون في الاول بتتقدم بسلوب غريب شوية ومتبقاش قادر تجمع ايه اللي بيحصل لانه في محاولة تقديم القصة بنفس الاسلوب السايكو اللي تعمل في الجزء الاولاني بس بعد كده بتقدر التجمع كل حاجة وعموما من طريقة النقلة ما بين الاحداث بصراحة ممتازة وخصوصا الاسلوب الفرانكوودز بيحكي به القصة ممتاز جدا وحلو جدا اعتبر الاسلوب ده من سرد الاحداث الافضل في سلسلة call of duty عموما وحاجة كمان بتتقدم في القصة المرة دي وهي جديدة تماما على سلسلة call of duty واحنا تقريبا شوفناها في لعب كتير قبل كده وخصوصا ان السلسلة زي call of duty تعودنا منها على سلوب خط في القصة حيتي ان احنا عندنا اكتر من النهاية ونطور القصة بتشوف الاخترارات بتأثرك بشكل كبير جدا على اللي بيحصل في الاخر بس في الجزئية للانتقام عموما وتسلسلة من الاحداث يعني شايف انها ممكن تبقى سخيفة شوية اللي هو حتة مش عشان رؤون من نيندز حصل زي conflict بينه وبين اليكس ميسون في الماضي يبقى لازم ابنه يورس بقية الصراع ده ويكمله في المستبع اللي هو حاجة زي كده كتمكن تتقدم بسلوب افضل من كده واما مش شرط يبقى ابن اليكس ميسون من اساسه لحتيجي تلعب بلاك اوبستو هتلاقي حاجة جديدة تماما قدامك وهي مثلا فكرة تصبيت اللوت عاد قبل ما تبتدي تلعب الميشل وتقريبا هتلاقي نفسك قدام نفس اسلوب تصبيت اللوت عاد اللي يخص المالتبلاير وانا فيه مساحة اللي اختار السلاح اللي اتا بتفضله وبتحط له بقى الانتاشم الانتعوزها وغير ما تضطر بقى انه كانت تتجمع اسلاح من الارض وسط اللعبة وبين احنا بنتعامل مع فترتين من الوقت في اللعبة فهنلاقي اختلاف ملحوظ في الجيم بلايه مما بين فترة الحرب البردة ومستقبل فترة الحرب البردة ممكن يقول انها بتقدم نفس الشرطة للتقليد اللي تعودنا عليه في كل اجزاء كالف ديتي اللي فاتت اللي هو هتحرك من بوينت اي لبوينت بي وقتل اي حد قدامك فترة المستقبل صحيح ان احنا عندنا نفس اسلوب اللعب زي ما هو وزي ما تعودنا بس طبعا باختلافات الاسلحة والالوات اللي انت بتستخدمها بس في جزئية تعودنا عليها في اجزاء كالف ديتي اللي فاتت وهي خروج عن نص الاسلوب ده من اللعب لو على سبيل المثال يخليك مثلا تسوق فيه كل المهمات اللي بتحصل في المستبه فيها النوعية دي من اللعب كتير جدا سواء بقى سواءة عربيات طائرات تحكم في درونز مش بس كده بلاك اوبس دو بتقدم حية جديدة تماما وهي فكرة استرايك تيمز الفكهة ان بعد لما بتخلص ميشن معينة بيتفتح لك ميشن للسترايك تيم عندك الحرية الكاملة انك تلعبها او لا وبتبع عبارة عن انك قدام زي كماند سنتر ومعاك كزا يونيت وبتتحكم فيهم وبتوجههم هتلاقي هنا مساحة كبيرة جدا انك تجرب معظم فيكلز ودرونز الفكرة في حد ذاتها حلوة جدا وبتدي مرونة لللاعب لان اداك لمهمات الرئاسية بيقصر على شكل مهمات السترايك تيمز والالوبجيكتف زي مطلوب منك وادائك للسترايك تيمز برضو بيقصر بشكل كبير على المهمات الرئاسية اللي هتعملها بعدين بس لأسف مشكلة المهمات الاسترايك تيمز هي الاي ا اي نفسه صحيح كوارف ديتي عموما ما بتقدم اي 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 متواضع ومقبول لكن لما تتحكم في اليونيت من الكوماند سنترا هتلاقي ان الاي اي بتاعهم ضايع فهتضطر انك كنت هتتحكم مباشرة في اي يونيت وتقوم بالوجه بنفسك بس بشكل عام حاجة زي الاسترايك تيمز والاختيارات اللي بتشوفها طول اللعب بتدي دفع لأي حد ان يلعب الكامبين كذا مرة بحيث انه يجرب ويشوف الاختيارات اللي قدامه هتقدمين ده غير ان الجيم لي عمتا بيقدم لحظات حلوة جدا بتتفاعل مع القصة وصعاب برضو بيبقى فيها تغيير عن سلوب اللعب المعتاد لو انتكلم عن ملتيبلاير اللي هو سبب شعبية Call of Duty وهو اساس اللعبة الاجزاء اللي فاتت من اول موضر موضر فير وان وهي بتقدم فاست بايت شوتر اللي احنا كلنا تعودنا عليه بس بدون اي تغييرات ملحوظة كلها تغييرات ممكن اقول انها سطحية شوية انما Black Ops 2 بقت اخيرا فيها تغيير ملحوظ وكبير اولا كده الاجزاء اللي فاتت خصوصها في موضر موضر فير سري كان راشنج فيها كتير جدا هنا ممكن اقول على رغم من سرعة اللعبة بس الراشنج ما عادش فعال اوي او ما هتبتدي تلعب اللعبة هتموت كتير وهتموت كتير اوي كمان هتلاقي نفسك عموة مجبأ على اللعبة باسلوب اللي هو ما بين الكامبين او ما بين انك تهلد مكان معين في الماب وتتحرك فيه ومتطلعش منه الملتبلاير في Black Ops 2 فعلا بيكبرك على انك تتحرك ومعاك حد وخصوصا بقى لو مع صحابك وهنا بقى فيه كلام تاني وعلى سيرة التيموارك نظام الكل ستغير وبقى سكور ستريكس بمعنى ان الريوارز اللي انت كنت بتاخدها على عدد معين من الكلاهات بقى على عدد معين من السكيت بوينتس وده فيه تشجيع انك تبقى تيم بلاير وتساعد الناس اللي معك لان الاسيست ممكن تفرق او انك تبقى ابجيكتف بلاير وتعطب بقى تكاوتش بوينتس على سبيل المسال وعلى حسب الجيم اللي انت بتلعب فيه تعالوا نشوف مثال عملي ده جيم دخلته في اوله ومقتلتش غير اثنين عادة تمشى في الماب اكاوتش في البوينتس لحد ما بقى معي الوربتال في سات اللي هي خليفة بلاك بيرد وخليكو فاكرين ما ارتلتش غير اثنين وقلت بقى او بلبي المسال عن طريق capture points بالنسبة لانظام اللوت اوتو اسنو تعرض لي تتغيرات كثير اللوت اوت بتشغالي من نظام 10 slots بمعانا انك كان عامد عليك 10 خنات بتحط فيها حاجتك الطبيعي انك تشوف 3 بركات سلح primary سلح secondary بلاتاشمنتس بدتهم وليسيه و tactical tool هنا بقى ممكن تحط وعط كاردز تسمح لك مثلا انك تشيل سلحين primary تخلي سلح عليه 3 attachments تشيل اكتر من 3 بركات وهكذا البركات عموماً متوازنة جداً لحده دلوقتي ما فيش اي بيرك ممكن اقول انها افر باورد او بتدي اي امتهزات عن البرك ستانية زي ما كان بيحصلت الاجزاء اللي فاتت السيوتر مود بقى موجود وبنفس الجودة بتاد بلاك وابس واني ما عادش فيه العيوب الكوميديي اللي كنا بنشوف في الموضة وافر سري وبيقدم ميزة حلوة وبتوفر عليك الوقت وهي انه يجيبلك الهايلايتس بتاعت الجيم بس عماتلاً فيه مشكلة الازالية اللي احنا بنعاني منها من زمان وهي الكنيكشن ممكن دايكون العيب الوحيد المرادة في الملتيبلير للأسف كارف ديوتي معظم الوقت مزيداش تحكم ايه السبب انك انت لو موت وانت بترعب هل هو السبب ان اللي قدامك ما عنده سكيل احسن منك وعلا معايا سلاح افضل بيتلاقي في الاخر ان اللي بيبع معايا الابرهاند للأسف هو اللي عنده كونيكشن احسن خصوصاً ان الكنيكشن هنا في مصر لا تعليق عليه والهيت ريجسترشن في اللعبة ضعيف عرغم ان فيه لاعب لسه شغاله بنظام الهوست بس بتقدم هيت ريجسترشن كويس وبيساعدك شوية لو انت ملايك انما هتلاقي المواقف انك بتفضي ماك كاملة في رأس اي حد ومش بيموت ومرغم ان هم عاملين سيرش اوبشن انك بتدور على جيم يكون افضل بالنسبة لك من ناحية الكنيكشن بس بالاسف الماتش ميكي ممكن يقعد لمدة الساعات وبدون اي مبالغة ومن الستوديو اللي عامل بلاك اوبس 2 هو تريي ارك فلازم نشوف الزومبي مود الزومبي مود الثانيدي جاي بنفس الافكار الاساسية اللي تعودنا عليها مع السمع شوية تغيرات هنلاقي جيم مود جديد وهو ترانزيت فكرتوا اي معنى انك بتتنقل من مكان للمكان عن طريق باس وعشان تجمع اجزاء تكمن بها ادوات تساعدك للتعيش قطر وفترة ممكنة وطبعا الزومبي مود زي ما هو بقدم نفس الافكار الناس بتاعشاه وشخصات ملفتة للانتباه خصوصا الجمه اللي بتطلع من النوم والطريقة اللي بيكلموا بها الرغم ان احنا مقالنا كام جزء من الالتعامل مع نفس الانجن بحجة ان اللعبة تفضل ماشي على 60 فرمي برساكد مرتاح بلاك اوبس 2 فيها تحسن بسيط شوية في الجرافيكس يعني نوعية الاضاءة بقت احسن اللعبة بقت كالورفورت اكتر وفيه تنوية في درجات الالوان الفيشل اكسبريشن تحت الشخصيات ممتازة لجزء دوادو تحس ان في حيوية في شوشهم مش شوية تمثيل شامعة بتتكلم بالنسبة للساوند ديزاين اللي اجزاء اللي فاتف مكنتش بتقدم حاجة ملفتة قوي من ناحية الاصوات خصوصا اصوات الاسلحة اللي في رأيك هتعامل زل اصوات البيبي جنز وهنا ممكن تكون اصوات الاسلحة مقدمتش كتير بس الساوند ديزاين بتاع الاماكن اللي بتبع حواليك في الكامبين حلو جدا الفيشل اكتنج في اللعبة ممتاز وخاصة مع فيشل اكسبريشن بيقدم حلو جدا والساوند تراك في اللعبة حلو جدا وكاتش شوية وهيجب اي حد بيحب الالكترونيك ميزيك خصوصا الناس اللي بتحب الوبوب او الدوبستيب زي ما قلت في الاول ان بلاك اوبس 2 خليتني سعيد باللي شفته وانا بلعب اللعبة فعلا فيها طلوع لخطوة قدابت وخاصة مع البلاير اللي بيكافئ اي حد بيركز على الوبجيكتب او مطيمورك عرغم من عيوب اتمنى اني اشوفها مش موجودة تماما في الاجزاء اللي جاية زي الكنيكشن والانجين اللي اتمنى اني يتغير عشان اشوف تغيير اكبر في الفيجولز بس بلاك اوبس 2 عوضت علي حرقة الدم اللي انا شفتها السنة اللي فاتت واعتباره افضل اجزاء call of duty اشتركوا في القناة